الواحد الحقيقة دايماً لما بيشوف أخبار بتمس الناس بيبقى فيه منتهى الفرح هو ده الفرح الحقيقي إن حياة الناس تكون أفضل النهاردة هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا في صباح الخير يا مصر بخبر مهم جداً من وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت إضافة 50 ألف أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر ده معناه إيه؟ معناه إنه فيه دعم جديد حيشمل أسر جديدة حياتها تتحول إلى حياة أفضل لتلقي رعاية صحية أفضل ورعاية اجتماعية كمان أفضل ده حيكون لتأثير كبير على حياة الناس إن شاء الله خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بينعشها صحيح فعلاً يا محمد ودي خطوة كبيرة ومهمة جداً في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة إن مضلة الحماية الاجتماعية أساسية لدعم الأسر المحتاجة لأنها بتوفى لهم أمان مالي في أوقات صعبة عشان كده برنامج تكافر وكرامة مهم لأنه بيساعد أسر في أماكن كتير بتقديم دعم مادي مباشر وده كمان بيساهم في تحسين مستوى معاشتهم وبيخفف عنهم أعباء الحياة اليومية فعلاً الخبر ده مهم جداً لأنه بيظهر كمان من ناحية أخرى مدى التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم البرنامج ده هيزيد عدد الأسر اللي استفادت منه خلال الثلاثة شهور الأخيرة إلى 170 ألف أسر بيضافه تحت مضلة الرعاية الاجتماعية ده طبعاً تأكيد على الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين ظروف المعيشية لكافة الأسر المحتاجة أكيد طبعاً ولأن الخطوة دي هتساهم بشكل كبير جداً في تقليل قوام الانتظار وتقديم الدعم بطريقة أسرع وأكثر فعالية وكل خطوة زي دي بتعكس رغبة الدولة في دعم الأسر المحتاجة وكمان بتديني أمل في تحسين الظروف ومرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر